من جانبه قال أمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أن القضية الفلسطينية تواجه تحدياً خطيراً باعتراء حكومة يمينية سدة السلطة في إسرائيل وأوضح أبو الغيت خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تشجع على ثقافة غريبة وهي الإفلات من العقاب تواجه القضية الفلسطينية تحدياً خطيراً في الفترة الأخيرة باعتلاء حكومة إسرائيلية يمينية سدة السلطة إنها حكومة يقوم برنامجها على الاستيطان للسلام وعلى التوسع والضم وليس التسوية أو الحل ومن بين رموز هذه الحكومة من يجاهر علناً برفض حل الدولتين بل وبتصفية الفلسطينيين وضم أراضيهم ولم يكن مستغرباً على حكومة هذا هو برنامجها المعلن وهؤلاء هم المعبرون عنها والناتقون بأسمها أن تتورط في إشعال الموقف في الأراضي المحتلة على نحو ما تابعنا جميعاً خلال الفترة الماضية إن الحكومة الإسرائيلية تشجع ثقافة خطيرة من الإفلات من العقاب والاعتداء على الفلسطينيين بين مواطنيها ترجمة نانسي قنقر